أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم اختلطت الأمور جداً وابتلأت الناس تستخدم استلاحات وعبارات طبعاً اللي هي لا تتمشى ولا تتناسب مع الكتاب المقدس وعلى فكرة اللي منسمعه في هذه الأيام هي واحدة من العلامات في آخر الأزمان تبرد محبة الكاثرين وحتى اللغة والطبيعة والصفات كلها بتتغير فهذه برضو نبوة في إشعياء اللي كانت في أيامه ولكن تصلح في كل الأزمان وفي كل الأوقات في سفر إشعياء النبي إصحاح خمسة والآية عشرين يقول النبي ويل للقائلين للشر خيراً وللخير شراً الجاعلين الظلام نوراً والنور ظلاماً الجاعلين المر حلواً والحلوة مراً ويلون للقائلين للشر خير والخير شر يعني بتشوف انقلاب في القيم الأخلاقية بتشوف تشويش في جميع الفوارق والفواصل بطلت الأمور تتميز بتتكلم عن حالة من التهكم والغرور بتتكلم عن الخلط بين المعايير الأدبية منها إفساد العدالة يعني كل المعايير كل المقييس انقلبت معاً في استقامة معاً في محاسبة طبعاً مما يدفعنا يعني بيدفع المجتمع إلى الانزلاء وإلى الانحراف ثم إلى الانهيار والدمار وهذا اليوم بتشوف سمات التمرد والعصيان غير طائعين بلا حنو بلا رأفة كبرياء رياء كله عم بتشوفه في هذه الأيام يعني لدرجة أنه نصرت تفتخر بقلة الأدب وصارت تتمرد على قانون الله الرب يسوع قال إن كان النور فيك ظلام فالظلام كم يكون مكتوب والظلمة لم تدركه فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه يعني مش رح تتغلب ولا تنتصر على النور إن فسد الملح فبماذا يملح أو كما قال النبي أو الرسول يهوذة قال يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة أو كما قال الرسول بولوس استبدلوا حق الله بالكذب وبيكمل بنفس الإصحاح في آية 32 الإصحاح الأول من روميا لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يفعلونها فاليوم بتشوف هاي الخلط والانقلاب في كل المعايير بطلت الناس تميز صار عندها العمل روحي محتاج إلى استنارة صار الخير شر والشر خير النور ظلمة الظلمة نور الحق صار كذب والكذب حق وعن بينشروا بروجه لكل الأشياء اللي هي معارضة ومناقضة لقانون الله وبصراحة عم بيقولوا لأ الله أبعد عنا وإحنا أنا إله لذاتي أنا إله يعني نصبوا أنفسهم آلهة ولكن نشكر رب أحبائي من كلمة الله كل إنسان بيختبر الحق بيختبر النور بيختبر قدرة المسيح كل إنسان بيختبر الولادة الروحية بيتجدد بيصير خليقة جديدة لابد أن تؤثر أيضا على المجتمع فالحق أقوى من الباطل الحق أقوى من الضلال وكل تزييف المحبة أقوى من الكراهية الخير أقوى من الشر فالكتاب يطالبنا أنه نفعل ونصنع الخير بكل بكل الأوقات الغفران والمسامحة أقوى من الحقد والعداء بالطبع اللطف والكلام الحلو أقوى من القساوي ما أحد يحب يتعامل أو يتواصل مع شخص قاسي الشفاء أقوى من المرض يقول كتاب ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحاتها عندما تمتد خيوط أشعة الرب الشافية لابد أن تؤثر وتلمس كل الحياة وكل نواحي الحياة مثل الشمس الحرية أقوى من العبودية ليه الناس تتمتع بالعبودية مع أن الحرية أقوى من العبودية الكلام الحلو، الكلام بنعمي، الكلام الجميل، الكلام اللي فيه بناء بالطبع أقوى من الكلام المسيء والمزل أيضا السلام أقوى من الخصام عزيزي خلينا أقول في النهاية استمر أنك تنشر الخير والمحبة والحق والسلام فلما أنت كواحد بتبتدي رح تأثر على شخص تاني ومنها تنتشر في فترة بسيطة إلى كل بقاع الأرض أختم وأقول اعكس صورة المسيح في حياتك فهذا ما تحتاجه البشرية والرب يباركك